الاعتداءات الاسرائيلية بحق الدول العربية تتعدد اوجهها فمن لبنان الى مصر حيث تتفاعل قضية الطماطم الاسرائيلية المسرطنة التي ترددت الانباء عن اكتشافها في الاسواق المصرية فقد قرر وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ايمن ابو حديد تأليف لجنة لاخذ عينات من هذه الطماطم لفحصها قبل عرض نتائجها امام المصريين يأتي ذلك فيما ندد مقاومو التطبيع مع اسرائيل بعمليات الاستراد منها واصفين اياها بالخيانة الوطنية الحديث عن وجود طماطم اسرائيلية مصرطنة في السوق المصرية في الفترة الاخيرة اثار استياء المواطنين على المستويين الصحي والسياسي امر دع وزارة الزراعة الى اصدار بيان تؤكد فيه انه لم يصدر عن وزير الزراعة او الوزارة اي تصريحات حول وجود تسريب لطماطم اسرائيلية الى الاسواق المصرية وان الطماطم المصرية الموجودة في الاسواق سليمة 100% واكدت ان ما سيثبت صحة ذلك نتائج لجنة الزراعية لفحص عينات من الاسواق موقف وزارة الزراع ارادته حركة زراعيون ضد الفساد وحركة مقاومة التطبيع الزراعية المزور ذاتنا فيها منتشرة في بعض المنافس الزراعية الموجودة ودي الاسف الشديد الفلاح المصري ليس له عنده وعي ولا شباب الخارجين عندهم وعي بيقوموا بزراعة هذه الاصناف بحجة انها تأكيب انتاجية كبيرة جدا ولكن على المستوى الصحي تعتبر هي قاتلة وما زاد الامر ارتباكا هو ظهور طماطم اسرائيلية في الاسواق منذ اكثر من اربعة اشهر ولو على نحو غير ملحوظ تحت اسم شري كانت فيه برضو في الطماطم الطماطم كانت شكلها غريب جدا كنا بنخاف جدا من اشتر الطماطم برضو الازمة لم تقف عند حد الاثار السلبية على الصحة بل شملت ايضا ابعادا سياسية وقومية حيث رأى سياسيون مصريون ان مجرد الحديث عن امكانية استراد بذور من اسرائيل من عدمه تطبيع مع عدو حقيقي ووصف الامر بالخيانة اسرائيل تعمل جاهدة على تدمير الشعب المصري بتدخل المخدرات عن طريقها تدخل الاسلحة عن طريقها اسرائيل لا امانة لا وهي العدو الرئيسي لنا في العالم في مصر منذ قدم التاريخ اسرائيل هي العدو الرئيسي لنا فهنا النهاردة يجب اولا نقطع اي علاقات قصادية مع اسرائيل دي العدو ازاي ناخد منها حاجة احنا بنكلها او بنشربها او حتى بنلبسها ما ينفعش تعود ازمة المبيدات المسرطنة الى يوسف ولي وزير الزراعة الاصبق في عهد مبارك الذي اشتهر بالتطبيع الجنوني مع اسرائيل حيث اتهم مع عدد من كبار مساعديه بادخال منتاجات اسرائيلية ضارة الى الاسواق المصرية بغض النظر عن وجود طماطم اسرائيلية في السوق ام لا فان المؤكد والمعلن من المصريين عموما هو رفض فكرة التطبيع مع اسرائيل بكافة اشكاله محمد العارف القاهرة الميادين